اشتركوا في القناة بركة الله وحفظه سؤال رقم الثنين في سؤال رقم الثنين طلب مننا رسم متمن اشغول التحويل الى بصر لرسم اي متمن يجب اتباع ثلاث خطوات اساسية خطوة الاولى قراءة دفتر شروط جيدا والخطوة الثانية تركيز على المناولة الهيكيرية حيث الخطوة الاولى تكون على التزامن مع الخطوة ثانية اما الخطوة الاخيرة وهي تركيز على جدوى الاختيارات بالضبط نركز على المنافذات المتصدرة خاصة الموزعات هل هي احادة استقرار ام ثنائية الاستقرار وكذلك نركز على الملتقطات هل هذه الملتقطات موجودة في هذه الاشغولة ام موجودة في اشغولة اخرى نذهب الى المناولة الهيكيرية كما تلاحظون هذا النظام مجزء الى اربع اشغولات الاشغولة الاولى يتم فيها تعبئة العلبة بحزم الورقية والرافعة اه هي المسؤولة عن تعبئة هذه العلبة اما الاشغولة الثانية يتم فيها تحويل العلبة المعبئة من الاعلى الى البساطة رقم واحد والرافعة بمزدوجة المفعول هي المسؤولة عن ذلك حيث تحتوي ساقة رافعة بي على جملة ميكانيكية هذه الجملة تساعدنا على تحويل العلبة بزاوية قدرها 180 درجة اما الاشغولة رقم الثالثة وهي اشغولة تقديم العلبة والتي يقوم بها البساط ومن مسؤول عن تدوير البساط هو المحركة ام واخر اشغولة وهي غير ظاهرة وهي اشغولة الطي والمسك وغلق العلبة نحن سنركز على اشغولة تحويل لان هذه الاشغولة طلب مننا استخراج متمن من وجهة نظرات تحكم لها نبدأ يتم تحويل العلبة المعبة الى بساط بخروج ذراع رافعة لاحظوا معي جيدا يتم خروض ساقة رافعة بي وفي الناس الوقت اداة التحويل تبدأ في الدورة الى غاية الضغط على بي واحد ماذا تلاحظون؟ تلاحظون انها تحولت العلبة من الاعلى الى الاسفل اذا اول فعل لدي هنا هو خروض ساقة رافعة بي والملتقط بي واحد يبين لي انه انتهى خروض ساقة رافعة بي بعدها يتم تقديم العلبة وهذه الاشغولة هي اشغولة رقم ثلاثة لا تهمون وقدمتها لكم لكي توضح الفكرة كيف يتم تقديم العلبة فقط بعدها يتم دخول ساقة رافعة بي لكي تعود اداة التحويل الى الاعلى ما الذي يبين لي ان الادة التحويل وصلت الى الاعلى وهو الملتقط بي 0 اذا لهذه الاشغولة فعلين فعل اول خروض ساقة رافعة بي والفعل الثاني وهو دخول ساقة رافعة بي الان نرسم من وجهة نظر جزء تحكم لاشغولة تحويل اولا يجب علي معرفة رقم الاشغولة وذلك عن طريق متمن انتاج العادي كما تلاحظون تحويل الى بساطة رقم الاشغولة رقم 2 لذلك نرقمها برقم 2 وحذاري ان ترقم الاشغولة من جدول اختيار ثانيا المرحلة الابتدائية هي مرحلة 20 لماذا؟ لان رقم الاشغولة هو 2 والمرحلة الابتدائية رمز لها برقم صفة لذلك تصبح مرحلة الابتدائية برقم 20 عندما تنشط شغولة رقم 2 في متمن انتاج العادي تعطي نداء هذا نداء على شكل اشارة هذه الاشارة تسمى اكسة 2 هل يشتغل النظام؟ لا يشتغل بل ينتظر نداء اخر او اشارة اخرى هذه الاشارة تأتي من متمن قيادة والتهية وذلك عن تنشط مرحلة تسمى باذنب تشغيل الال كما تلاحظون لم يعطي لي متمن قيادة والتهية في هذه الحالة نلجأ الى اشغول رقم 3 ونلاحظ ان اكس 104 هي اذنب تشغيل الال فهنا يصبح الشرط اكس 2 في اكس 104 هل اضيف اس 1 في سي بي هنا خطأ؟ لماذا خطأ؟ لان اس 1 و سي بي ينتميان الى اشغولة التعبئة فحذاري حذاري حذاري دائما ركزوا على جدول اختيارة سؤال اخر هل اضيف ازيرو في بي زيرو ملتقطان يبين لان الروف في حالة الابتدائية في هذه الحالة المتمن قيادة والتهيئة هو المسؤول عن تهيئة النظام وبالتالي لا داعي لاضافة ازيرو في بي زيرو عند تنشيط مرحلة ابتدائية وتحقق الشرطين اول فعل كما لاحظنا هو خروس ساق رافع بي ومن جدول اختيار خروس ساق رافع بي يتحكم فيها الموزع عن طريق دي بي زايد دي بي زايد بهذا الشكل بعد خروس ساق رافع بي تضغط على ملتقط بي واحد الذي يبين لي انه انتهت عملية خروس ساق رافع بي كما تلاحظون بهذا الشكل عند ضغط على بي واحد بعدها يتم رجوع ساق رافع بهذا الشكل من جدول اختيارة رجوع ساق رافع يرمز له بي دي بي ناقص اذا في مرحلة 22 الفعل وهو دي بي ناقص ولكل فعل شرط نهايته اذا شرط نهاية الفعل خروس ساق رافع بي هو الضغط على ملتقط بي 0 عند تحقق الشرط بي 0 وتنشيط مرحلة 22 تنشط مرحلة 23 هذه المرحلة 23 تسمى بمرحلة الانتظار بنسبة لأشغولة رقم 2 وهذه المرحلة عندما تنشط تعطي جواب لأشغولة 2 على شكل اشارة x23 ففي هذه الحالة نفهم ان الأشغولة رقم 2 انتهت وعندما تخمى الأشغولة رقم 2 يصبح x2 بلون الاسود اي انه خامل وبعد x23 شرط جديد هو x2 بار ما معنى x2 بار هو زوال نداء الأشغولة وبالتالي تعود الأشغولة إلى الحالة الابتدائية اذا سؤال ما وظيفة x23 x23 وظيفته هي مرحلة انتظار بنسبة للأشغولة رقم 2 وتساهم في تطور متمن انتاج العادي لماذا؟ عندما يتحقق x23 تخمى الأشغولة 2 وتنشط أشغولة رقم 3 ترجمة نانسي قنقر